الخاصة بها سرية تفاصيل أوفاء مع محمد طاها مراسل بي بي سي لشؤون تكنولوجيا الطائرة بيتو تعتبر باكورة الجيل السادس من المقاتلات الذي يتوقع على المدى البعيد أن يحل ربما محل مقاتلات الجيل الخامس مثل اف ستة عشر و اف خمسة وثلاثين من أجل ذلك قال المسؤولون الأمريكيون إن استخدامها يعتبر بمثابة استعراض للقوة أكبر ميزة لطائرة بيتو هي قدرتها على التخفي والتكامل مع أنظمة القتال الإلكتروني بل والتحكم في مجموعة من الطائرات من دون طيار الطائرة تبلغ سرعتها نحو ألف كيلو متر في الساعة وتستطيع التحليق على ارتفاع خمسين ألف قدم ولديها القدرة على التخفي من أي أنظمة دفاع صاروخية الطائرة يمكنها حمل قنابل تزيد عن مائتين وخمسين كيلو جراما بل وحمل قنابل نووية يتوقع أن تتكامل هذه الطائرة في سلاح الجو الأمريكي مع طائرة بي تونتي وان ريدر بحلول العام المقبل هذه الطائرة تعمل حاليا ويمكنها التخفي التقنيات التي تعمل بها سرية المصنعون يؤكدون أنها تمثل الجيل السادسة من الطائرات ولديها قدرات هائلة ومن أهم ميزات الطائرة هي قدرتها على الطيران إلى مسافة تصل إلى عشرين ألف كيلو متر من دون التزود بأي وقود أي أنها لا تحتاج بالضرورة أن تكون في منطقة الشرق الأوسط لضرب أهداف فيها قبل أن تعود إلى قواعدها